السلام عليكم وارحبا الله يحييكم خياني جميع حياة كافية ووافية واسأل الله العلي القدير أن يوفق نحن وياكم جميع مقلوامي بالطيور الطيبة والنوادر اللي تسر الخاطر وتسعد القلب زفينا لكم بشريات الخير في مكتع سابق والحين بعد بنزوف لكم بشريات الخير موسم مبكر ماشاء الله تبارك الرحمن وعبور قوي على شكل يومي ماشاء الله تبارك الرحمن تباشير الخير في أكثر من منطقة في أكثر من بلد الطرح للجبليات ماشاء الله تبارك الرحمن ومن بعد إن شاء الله من هذه التواريخ المقبلة علينا يبتدي طرح البحريات إن شاء الله واسأل الله العلي القدير أن يجعل لكم نصيب في هذا الموسم من البحريات الطيبة اللي تسر الخاطر وتسعد القلب اللي تقلع الفقر قلع من الشروشة يا مرحبا في ذمتي والله أني صادق مبطي عليكم تأخرت عليكم كثير من المواضيع لكن إن شاء الله بشرب الخير الأيام المقبلة إن شاء الله بعوضكم عن الفترة اللي قطعتكم فيها في الفترة اللي لاحقة نزلنا لكم مقاطع الطرح في منغوليا خوياني الطواريح اللي راحوا وساروا منغوليا لهم مني كل ما حبوا التقدير عن المقاطع اللي يرسلوها لي والبعد المقاطع اللي وصلتني من كثير من خوياني الطواريح اللي ساروا منغوليا أتوجه لهم بكل المحبة والتقدير والاحترام وأسأل الله العلي قدير أن يوفقهم بعد ويرجعون غالمين سالمين كان بودّي أن أسافر في هذا الموسم لكن الله عز وجل غالب كلّاً له قسمتنا ونصيبة نحن مثل ما نقول نرضى بقسمة الله عز وجل كان بودّي أن أسافر وأصور لكم من الطيور الطيبة من مقاطع الطرح بعد اللي نشرحها على أرض الواقع كون لطيور كثيرة يقدر الواحد يصور على راحته عكس بلادنا الطير يجينا عابر سبيل يمرنا بلحظات يا أما نصدفه يا أما ما نصدفه يا أما نلحقه يا أما ما نلحقه يعني كذلك الأمر يجينا بشكل قليل العبور ما هو مثل منغوليا يعني ما في نسبة تقارب بين بلادنا وبلاد العبور اللي تجيها لطيور وبين منبع لطيور اللي هي روسيا منغوليا كزاخستان البلاد هذه من شاء الله تبارك الرحمن منبع لطيور في هذا الموضوع أبيكم ترقزون على نقطتين النقطة الأولى اللي هي ما شاء الله تبارك الرحمن من بداية الشهر التاسع الميلادي في هذا الموسم لليوم هذا اليوم 15 كانت دفع على مدار الأيام هذه لـ 12 يوم مستمر ما قطع ولا يوم ما شاء الله تبارك الرحمن فهذا يدل عن الموسم هذا مبكر ما شاء الله تبارك الرحمن نتيجة عدة عوامل ما بيذكرها وتشاعف فيها أهم شي هو عامل الطغس المتغير سبحان الله اللي يؤدل هذه الهجرة المبكرة من كل موسم إن شاهد العبور يبدأ من 15-17-19 تجينا دفعات قوية لكن الموسم هذا ما شاء الله تبارك الرحمن دفعات قوية بدأت من 1-9 اليوم 12-9-13-9 اليوم 13-9 نعم اليوم ما شاء الله تبارك الرحمن يعني حركة قوية جدا أما النقطة الثانية الله يحييكم ولبيكم كذلك الأمر ترقزون عليها واللي أنتم من الأساس مرقزين عليها ما شاء الله تبارك الرحمن أنا من فترة لليوم هذا أبنزل مقاطع الخويان الطواريح من غولية وبنشرها ما شاء الله تبارك الرحمن أنشرها فقط لرفع المعنويات ما بيكم ترقزون على طريقة الطرح أنزين في من بعض المقاطع زينة أنك تعتمد عليها في بعض المقاطع ما بيك تعتمد عليها حنا ننشر مقاطع طرح منغولية وطواريح منغولية لجل حلنا يعني مثل ما نقول نرفع معنوياتنا نزداد شوقنا المقناص مثل ما نقول ترد روحنا هالمقاطع هذي طرح الطيور لكن انتقادكم كان محلها يلي انتقدتوا كثير من المواضيع اللي أنا بنزلها عن طواريح منغولية وطريقة الطرح وطريقة التعامل مع الطير لكن أنا إن شاء الله بوضح هذا الأمر ليش تعامل هذا مع الطير كثير من اللقطات اللي شفتوا فيها الطواريح بيمسكون القطاية قبل ما يمسكون الطير وهذا هو اللي كان أكثر شيء انتقادكم على طريقة طرح الطير فالآن اللي بوضحه خويا نكم طواريح منغولية بالنهار قد يطرحوا لها عشرة عشرين ثلاثين طير ما عندها مشكلة ما بالغ بالكلام هذا كون الطير كثيرة وما هو أي طير بتعبر للخليج ما يتعبر إلا طير الرخصة طير طيب اللي لون وعون ووزن وحجم والمثالة طيبة كلياتها بتكون فيه فبالنهار قد يطرح لك يعني عشرة عشرين طير عاديات فالطاروح يعني على كثير ما يطرح الطير وكان الطير عادي يوم طارحها فإذا يمسكها من القطاية ومسكها من الحمام ما عندها مشكلة حتى إذا طاروا فلت ما عندها أي مشكلة لكن يوم الطير يكون طيب أكيد راح يكون له معاملة خاصة من الطاروح ما راح يستهتر بالشيء اللي قاعد يسويه يوم منها طير عادي عادي بيمسكها من الحمام ما يمسكها من مين ما يمسكها يطردها كبير النهاية طير عادي من وين ما جه يمسكه على كثير الطيور اللي بيطرحها في النهار لكن الطير الطيب أكيد لها معاملة خاصة من الطاروح وكثير من الطير الطيبة اللي حين ما نعرضها على اليوتيوب ومحظور علينا أن نعرضها سواء كان صور ولا مقطع فيديو اللي يبيه منكم وتركزون عليه والمعلومة المهمة ما تطبقون أي شي تشاهدونه من مقاطع الطرح منغولية في بلدان العربية طريقة التعامل مع الطير العابر في بلدان العربية تختلف منغولية أنت طاروح في البلد اللي انتقال نصفية محتمل الموسم كلياته يمر عليك شيهان أو طير أو طيرين أو شيهانين أو قد ما تصدف شي واجب أنك تكون عندك حذر شديد في التعامل مع الطير اللي راح تواجهه في الطير اللي اللي عابر وجاي من مسافات بعيدة وقاطع بلدان كثيرة ومار أنزين هذا لها معاملة خاصة واجب يكون في عندك تركيز عالي التعامل مع هذا الطير الدراية كذلك الأمر والخبرة العالية اللي اكتسبتها اللي تعلمتها تعامل مع الطير هذه معلومات مهمة أبي منك تركيز عليها أخوي اللي بيشادني خويان المتابعين اللي انتقدتوا كثير من انتقادات حنا وأنا ذكرت وارجع عيدها المواضيع اللي بنزلها أو مقاطع الطرح اللي في منغوليا من خوياننا هي لرفع المعنويات هي مثل ما نقول اللي ترد روحنا تشوقنا للمقناص ترفع المعنوياتنا تحمسنا للمقناص لكن تعاملنا يختلف هذه الحال وهذه الحال الطرح عندنا في بلدان العربية يختلف مثل ما ذكرت قد يمرك بالموسم كلياته شيهان أو شيهانين أو ثلاث أو ما تشوف نهائيا ولا ريشة هذه عند الله كلها قسم ونصيب وأرزاق من الله عز وجل مقسمة على الناس أسأل الله العلي القدير أن يرزق كل تعو فحن تعاملنا يختلف اختلاف كلي إذا الله عز وجل قسم منك طير أو شيهانة وعلقت بحمامة قطاعتك ما زد حالي على الحمامة وعلى القطاية وأمسك الحمامة والقطاية أنت بالنهار ما هو مثل ما نقول يتطرح لك عشر طيور خمس عشر طير وتنقل الطير اللي يعبي راسك أنزين؟ هذه جبلية جبلية تفك لك مثل ما نقول ضيقتك تفك تعب المقناص التكاليف جبلية تعامل معها كأنك تعامل مع حر نادر تعامل مع جبلية كأنك تعامل مع شيهانة نادرة حتى الوكري حتى الخضران حتى أي طير تشاهده تعامل معها معاملة خاصة بتركيز عالي كأنك تعامل معه شي نادر لكم أني كل ما أحبب التقدير فالكم اللي يصير الخاطر إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم ورحمة الله